لما بتكون ضيفة فنانة وناشطة وهي يعني مبتكرة خليني يقول على طريقتها الخاصة مش بس هلأ وقتها دايما وقتها نحكي عن فنة نحكي عن أعمالها نحكي عن نشاطها وأهم شي حب لهيدا البلد وأهم شي التضحيات يلي كلنا عم نقدمون وهي واحدة منهم كرميل تقدر تغير الصورة كرميل تقدر تحسن كرميل بفنة وباللي عم تعمله تقدر تعمله صورة حلوة عن لبنان حياة الناظر صباح الخير أهلا وسهلا فيك كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا ماشي الحال؟ الحمد لله يعني بعرف أنا أنه الفنان هيك حساس الفنان عنده يمكن هيك شي وجع داخلي بقلبه بيقدر يترجمه بخلال أعماله؟ صح وما بيقدر ما يترجمه إذا بقى جوا بيصير بيوجع هو أصلا بيوجع الفنان بيحس أكتر يعني هذا بتمنى لو مني فنانة قد ما بيوجع بحسن بهيك بلد بهيك الظروف حياة اليوم أنت بمعرض بإلى آخر هيدا الشهر كيف هيك بتوصف تجربة اللي عم تعشيها بمعرض انشانتد؟ صراحة تجربة حلوة كتير هاي أول مرة بعمل معرض بجالوري مع عدة فنانين فنانين معروفين كتير قبل لأنه كان كل شغلة ببليك بالطرقات بالشارع على الحيطان فهي أول مرة لأ انتقلت على سالة وكتير حلوة التجربة لأنه مع عدة فنانين وهيك بتحسي كله فن شو الفرق بين ما تكون هيك عم تشتغلي الناس عم تطلع عم بتشوف العالم كلها عم تحكي بالقصص اللي أنت عملتيا غير أنه اليوم نقلتي على الجالوري أكيد أنا أحب لقلبي هو أنه يكون إن ببليك لأنه هاي أكتر طريقة بقدر اتواصل فيها مع العالم يعني كومنيكيشن مثل أنا بيعطيونه هن بيعطوني حتى لو ما عم نشوف بعد فهذا شيء كتير حلو بس الأسف يعني ببلدنا صعب الواحد هيك يحط ببليك ويضاينو هايدي يضاينو هايدي اللي رح أوقف عندها يعني حياة الناس عارفتيك بشغلتين كتير كان لهم أثر واحدة من بعد الثورة وواحدة بعد انفجار المرفع يعني يمكن كل الناس تعرف شغليك لما نحط هلأ صورة الفينيق طائر الفينيق يلي هو كان رمز من بعد الثورة وانحكى فيه وكان عنده هيك بصمة خاصة كيف خلقت هايدي الفكرة منك حياة تعرفي هايدي أول بعملة بحياتي وطلعت من حبي للثورة وقتها لأنه حبي للتغيير مش أنه للثورة ولما شفت أنه كسروا الخيام وحطموا الخيام انقهرت فقلت لأ بدنا نبني شي لأنه نحنا نحنا نبني ما منكسر هايدي سياستنا تفرجي الكنتراست بين نحنا كيف وغيرنا كيف بدو البلد يصير فنزلت وبلشت شي للحديد وكنت عاملة لحالي أنا أولا مرة أنا طلبت من الناس تشارك أما الناس كان نهارا يد الاستقلال وفي كتير ناس بالساحة صاروا هني يشاركوا وهيدا كان أحلى شيء إنه من كل الطبقات من كل الديان من كل المناطق عم يشاركوا بعمل تخيلي إنه كل نسيج اللبناني موجود فيه المتعلم والمش متعلم بنينا سوا شو صار في هالطائر يلي كان مفروض يحلق ويتصير نحرق نحرق هلا هو عدة مرات كانوا يكسروا لجوانحوا إرجعوا إنه روحوا زبيت تعرفي التكسير كتير أهيا من التعمير بس بعدين خلاص حرقوا على آخر هون كيف هيك شو المشاعر يعني كنتوا عم تعبري كنتي عم تفرجي صورة تانية كنتي بديك تقولي إنه نحنا بقيين ومنستمر مع هالطائر الفنيق اللي مفيش بيوقفوا يعني هون هيك عصارة العمل راحت بتكي صح هلا هو داين داين فترة وكنت عارفة إنه حيجي نهار ويتكسر بس وصل وصل الصرخة ووصل الوجعة ووصل الحلم إنه يعني حتى كيف واقف هيك بده يتير بده الحرية بده الجمال بده التعاون كلياتنا مع بعضنا يعني بيحكي كتير قصص أكتر من ما يكون إنه بس هيك شي هيك إنه حلو صحيح وأكيد نهرت كتير لما لما نحرق بس وفي ناس ديقوا كمان حكيوني بس بعدين قال لي خلنا نرجع نعمر نرجع نعمره قلت لا لأنه لما نتعمر كان الوضع غير كان خلق لاحظت صحيح فغير لما نرجع نعمره مرة تانية بعدين لأنه الفينيكس هو يعني بيرجع بيصير رماد وبيرجع بيرجع بيرجع بيخلق بير فإن شاء الله يجي شي نهار ونقدر بالفعل نستعيد سحة الشهداء كتير للشعب ونرجع نعمر فيها طائر الفيني يعني مش بعيدا يمكن كتير عن ساحة الشهداء كمان الانفجار يلي هز لبنان كله كمان ولد من عندك هيك سكولتشر عبرت عن بيروت المنحنية مش المنكسرة يعني شو ما بصير هالسيدة الجميلة انحنت هيك انواجعت بس ضلت عم تمشي ضلت تمشي لقدم صح أنا لم حطيت كمنحنية حطيتها كأنها نص نص في الإجر يلي واقف فيه كل الأزاز اللي فايت فيها الإيد المستسلمة الشعر يلي بعده واقف كأنه هلأ عم يصير الانفجار والجرح اللي بالوجه هيدا الجزء يلي مش بس منحنة واقف بالوقت الجزء الثاني يلي الإجر متعوجة لقدام بدا تكمل الإيد المرفوع الحامل الشعلي والنظرة لقدام كأنه بدا تمشي فايه هيدا الجوالة يلي بعتقد كلياتنا حاسين فيها يعني الانفجار بعده مؤثر فينا ومش بس الانفجار كل اللي عم نمرق فيه بس بنفس الوقت نحنا اللبنانيين نحب الحياة وبدنا نعيش وبدنا ننطلق بالحياة وهذا التمثال وين هذا التمثال كان معقول معقول صار اليوم بقراج السيارة صار بقراج سيارات لأنه للأسف بتعرفي اللي عنده واسطة وفندين وهيك بيقدر يحط شغله أما يلي ما بده واسطة مثلي بيصير شغله بقراج سيارات يعني هي هلأ ملفوفة ببلاستيك ومخباية بدل ما تكون موجودة وعم تحكي قصتنا ويعني في كتير ناس قالوا لي أنه لما كانوا يقطعوا وقتها كانت موجودة بعدها يقطعوا حدا قالوا لي صاروا يسلموا عليها الناس ما بيعرفون يقجوا يحكوني يحسوا فيها يحسوا بوجودة بدل ما تكون موجودة ومحطوطها بقراج إن شاء الله هيك منطلق صارخة اليوم عبر الجديد أنه هيدا الصبية ترجع يعني هي يلي عم تحكي قصة اللي صار على هيدا المرفع لأنه من بيوت الناس ومن وجع الناس خلقت هيدا القصة اليوم حياة علاقتك مع البلاستيك صح مستمرة علاقتك مع البلاستيك شو عم تعملي بتعرفي وقتها صارت عنا أزمة الزبالة يعني من كل هالأزمات اللي بتصير وخصة وقت كورونا حبيت أنه أعمل شيء أني أعطي للناس تعرفي في ناس إذا ما بيشتغلوا كل يوم ما بيأكلوا فطلعت بفكرة أنه بدي أعطي يعني كل ما حدا يجمع خمسين أنينة بلاستيك لكل شيء بيؤتل كورونا يعني مش أنا أنا ما يلق كل شيء مواد تنضيف وهيك بعتم قبيلة فاوتشر أكل يعني بيقيمت وقتها خمسين ألف وقتها كانت لخمسين ألف تحكي مش مثل هلأ يلي هي ماشي وعملت كامبين وكبرت الكامبين كتير أكبر من ما أنا كنت متخيلة من عكار وصلت لسيدة وصور ونبطية وزحلة وبعلبة وكل بيغوت يعني كنت طيما أخذها الترك وروح جيب البلاستيك وقعطي الفاوتشرز فكمان هيدا البروجي كان مجمع من كل المناطق ومساعد كل الناس اللي من كل المناطق فهيكي بلشت وخدت يعني أول شيء كان هيمانيتاري لأنه فيه مساعدة ناس صحيح تاني شيء انفيرومنتل لأنه عم نعمل توعية للفرز صحيح وبعدين عملت فيه كمانة يعني فضيعة حياة بتقدري تعملي كتير إشياء بهكي بتجي على الناس وبمشاركة الناس وبهكي بتعرفي أنه محبة الناس كمانة كبيرة وأنا بعرف حياة أنه كمان بتحب كتير بتشتغل على أسس صديقة للبيئة وبتنقهري أكتر شيء ممكن هيك بين هلالين أنه نحنا ما عنا مناطق خضرة ما عنا مطارح يروحوا العالم يكزروا يقعدوا ينبسطوا هيدا الشيء نحنا محروم معقول يكون فيه عندي كمان شيء هيك رسالة من خلال شيء تعملية تعبري فيها عن هيدا الوجع صح أنا بنقهر أنه ما عنا مطارح لأنه هيدا حق من حقوقنا يلي نحنا من كل ما حقوقنا بكل شيء عم تكون مهدورة بها البلد بس دائما بس سافر لبرة بتلاقي دائما في بارك في ببليك سبيس للناس وهيدا حق للناس مش لازم تكون بطون وزفة وهيك فهيدا للغني وللفقير ولكل الناس المفروض تكون بنقهر أنه ساحة الشهداء صارت باركينغ سيارات مثلا مثل قبل يعني نحنا عم نرجع لورا بالوقت من زمان كانت بارك كتير حلو كان فيه خضار يمكن كان فيه بركي كمان للأسف حتى بروح على البحر على المساواتر فرونت أكتري توباتون طب وين الخضار وين الأرت أنا بحس أنه لا كتير ضروري أن يكون فيه أرت بيسيز لأنه هيدا سقافة وهيدا كمان للناس بتغير لون شوية جو لأنه بهالوضع اللي نحنا فيه رح أرجع شوية للغالوري أنا يعني كتير هيك الحديث أخذنا شو اليوم القصص اللي عارضتها بالغالوري الناس هيك بس تروح شو بتشوف على كل حرح يمرق صور نحنا وعملنا عارضت البلاستيك اللي اسمه كروموزوم هيدا اللي عملتها من يعني عملت شريدينغ قطعتهم للبلاستيك وعملت منه أرت بيس هيدا جزء منه هيدا 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 فكرتا مثل نيورونز العصاب اللي بالجسم لأنه أنا ما بقى عنا عصاب نحنا ما هو هيدا كمان مية 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 مزبوطة يعني عم بتعبر عن واجعة حقيقة عن جد وكيف نحنا أنا بأمن أنه كل يتنا كونكتد يعني كيف القلب موصول بالكبد بكل شي بالرأس أنا بأمن أنه أنا وياكي والناس وكل يتنا نحنا موصولين حلقة موصولة بجسم واحد من شناك لازم نكون عم نعامل بعض بطريقة كأنا نحن عم نعامل نفسنا والطبيعة لأنه نحنا كأنه كليتنا بنفس البيسيين الواحد يفكر أنه إذا زاد شغلي بعيد عنه خلص هو ما سعير له شيء طبعا نحنا كلنا بنفس نفس هالبول مع بعض فهذه كانت الفكرة مرأة هيكي صورتين على كالحال ما ما كتير هيكي هولي لوحات لوحات عندي هولي مش بالمعرض بالمعرض في لوحة بس هلا أنباعت وطلت موجودة فيها هي عبارة عن إيدان حاملين توم وفيهم ضو هيدا عن مرأة بباب التباني كنا تروح لعندها شغل تتأشر توم وفي قصة يلي هي كتير حزينة هيدا هي صورة يلي هي قصة بتحكي عن عن النساء بلبنان يلي هن مضطرين وأكتر شي بالأحياء الفقيرة وكمان كل النساء يلي بيتعبوا كتير ليقدروا يعيش أولادهم مية بالمية يعني حياة بدألك مرسي كتير لو جوزك معنا بتوفيق بكل شي بتعمليه شكرا وإن شاء الله هيكي الأعمال اللي جاية كمان بيكون في عندها قصص حلوة هالمرة تنقلة رح نرجع نشوف آخر شي البوستر لأكزابيش هوني هوني مكتوب أنه من تن ديسمبر لآخر الشهر لا هلأ صار لآخر جانيوري شكرا كتير لأليك